الفاتي ليفر أو الكبد الدهني بيحصل لما تبدأ الدهون في التكويم في الكبد كمية صغيرة من الدهون في الكبد ده يعتبر مؤشر طبيعي ولكن عند زيادة الدهون في الكبد يعتبر مؤشر غير صحي وهو المسمى بالفاتي ليفر أو الكبد الدهني يعتبر الكبد من تاني أكبر أعضاء في الجسم ووظفته أنه هو بينقي الجسم من الدهون لما بيزيد معدل الدهون في الكبد بيؤدي إلى التهاب في الكبد أو inflammation in liver وده بيؤدي إلى وجود scarring أو ندبات وفي الحالات المتقدمة أو الشديدة بيؤدي إلى liver failure أو فشل في وظائف الكبد بنقسم الفاتي ليفر أو الكبد الدهني إلى نوعين رئيسيين alcoholic fatty liver disease وده بينطب نتيجة أن ناس اللي بتشرب كحولات وبيرة وحاجات كده ونعم alcoholic fatty liver ودي لها أسباب تانية أعراض الكبد الدهني في العديد من الحالات ما بتظهرش أي أعراض ولكن في بعض الناس من الممكن أن يحصل لها مضاعفات وتبدأ أن هي تكون scarring أو نتوآت فوق الكبد وبعدين بتعرف باسم liver fibrosis وبعد كده بيحصل مرحلة تالية liver cirrhosis أو تلايف الكبد لما بتوصل لمرحلة cirrhosis بيبدأ بقى تظهر الأعراض اللي هي فقدان الشهية فقد الوزن التعب والإجهاد حدوث حرشة أو حكة تغير في لون الجلد الإسفرار والعين ألم في البطن وانتفاخ وبالناسبة للرجل كبر حجم الثدي أسباب الكبد الدهني لما بينتج الجسم كمية كبيرة من الفاتس أو الدهون وهضمهم لا يعمل بشكل سليم فبيتم تخزين الدهون دي وتتراكم فيه الكبد وده أحيانا بيكون بسبب شرب الكحولات وأحيانا أخرى بيكون نتيجة للأوبستي أو زيادة في الوزن أو زيادة السكر في الدم أو زيادة معدل التراجلسرايد في الدم فحص الكبد الدهني عندنا فحصين مهمين بنجريهم في البلط أو في الدم أول واحد الألانين أمينو ترانسفيريس تست والتاني اللي هو الأولاني بيسمى بالالت والتاني الأسبارتات أمينو ترانسفيريس تست أو الـ AST ودول بيعرفوا باسمه liver function لما بيزيدوا معدلهم في الجسم معنى كده إن بدأ يحصل التهاب داخل الجسم وده اللي بيؤدي للفاتي liver بالإضافة اللي احنا بنعمل فحصات أخرى زي أشعات وعشان نقدر نأكد وجود الكبد الدهني ترجمة نانسي قنقر